السلام عليكم ورحمة الله النهاردة هنعمل مع بعض حلوة الجبنة بطريقة جديدة بفكر جديد ما فيش مية الزهر ولا مية الورد لان عند حساسية منهم ما بيحبونيش فانا عامله بالكاردمون بالهيل بطريقة جميلة جدا وزي ما انتم شايفين رول البستاشيو داخل جوة الكنافة وهنعملها بالمزارلة او هتعملها بالجبنة العكاوي كله هيطلع معاك زي الفل نقول بسم الله ده معانا خمسة جرام هيل او حبهان او كاردمون اه حب وهنطحنه الامينيتا ليه نطحنه الامينيتا او فوريش دايريكت قبل ما نستخدمه عشان بيبقى محتافز بكل العناصر والفليفر والارومة والزيوت الطيقة كل حاجة فاي نبات زي اي عشب زي دا وبهارات زي دي لازم اتحنها قبل ما اشتغل بيها على طول لان لو تحنتها حطيتها في برتمان او في اه وعاء بيطير منه كل الفوائد والزيوت زيه زي الفلفل زي اي بهارات هتتحنها كده خمسة جرام بحطهم على مية وستين جرام مية مية وستين جرام ماء تمام وبنحطهم مع ميتين جرام سكر واقلبهم كي اني بعمل شربات قلبته كويس بسيبه اول ما بيغلي زي كده هو برفعه من عنار يدو بك يغلي كده بسيبه يغلي دقيقة وراح رفعه من عنار كده اخد الفليفر والتيست بتاع الكردموم او الحبهان ولو انت عاوز تعمله بمية الزهر زي اخواتنا الشوان بيعملوه مفيش مشكلة بس انا ده فليفر صدقني اجمل واطعم من مية الزهر اللي انت انت دقتها بديء ودقها بديء هنعمل كريمة عبال ما الشربات يبرد ادي الكريمة بتاعتي نص كيلو ليه 36 او 33 او 40 حسب الكريمة الخرونة اللي عندك 45 جرام نشا بدويبهم في شويات ماية يبقى نص كيلو كريمة فيرش طبيعي دي الاشتاء العربي افضل طريقة القشتاء العربي نص كيلو كريمة فريش 45 جرام نشا بدويبهم في مية اول زي ما انت شايف الكريمة فريش بتغلي بنزل بالخمسة واربعين جرام نشا مندوبهم في شوية حليب وقلبهم لما تبقى زي المحلبية كده هادي الكريمة بتاعتي جهزة بسيبها تبرد على جنب خلاص كده بحطها في كونتينر واسيبها تبرد على جنب نعمل الشرباط خمسمية جرام سكر 250 جرام مياه بالزبط النص يعني المياه نص ايه كمية السكر انا بحط سليز اي فاكه عندي برطقان دخوخ عندي طفاح بحط اي سليز فاكهة بحطه مش الزيز مش القشر مش البشر انا بحط ايه سليز بياخد الفليبر بياخد الشوائب بتاعت السكر وبيديها الفليبر بتاع الفاكهة وما بيأسرش على طعمه يبقى نص كيلو سكر ربع كيلو مياه نص عصير لامونة واسيبه يغلي تمام كده قلني لما فيش لامون ممكن سنة ملح لامون اول ما بيغلي بعد ما يغلي بدقيقة بحط دي من عندك انت انا بحط حوالي مية جرام عسل نحل بتديله طعم وفليبر وتست مختلف تمام؟ وبسيبه يغلي قبل دقيقة برفعه من عنوه يعني بعد ما الشربات التقيل يغلي دي زيادة من عندك بضيف لونة عسل نحل عشان بيقوه الطعم وبيديله تست مالوش حال وبرفعه من عنوه بعد كده الشربات بتاعي برد بصفيه تاني ادي منديل ورق منديل ورق عادي بحطه في المصفى كده الشربات بتاعي الاولاني اللي هو متين جرام سكر ومية وستين جرام مية وخمسة جرام حبهان ده بارد يا شباب اهم حاجة دي ليه انا دلوقتي عامل ب سيمولينا خشنة او سيميت خشن مش عاملوا بالسيميت النعم السيميت الخشن اما بيستوي بيدي طعم وارمشة خفيفة وانت بتاكن حلوة الجبن معظم الناس بتعمل حلوة الجبن بالسيميت النعم اللي هو بيدوب انا عاوز احس الدنتي انا عاوز احس بطعم السيميت مع الجبنة بتصدقوني طعمه مختلف جدا عشان كده بحط السيميت مع الشرباته هو بارد وبشتغل على نار هادية نار متوسطة او اقل من المتوسطة بصنة ليه؟ عشان خاطر السيميت او السيمولينا تشرب من الشربات بالهيل وتستوي براحتها انا بص عربعة يعني اقل من النص بتستوي براحتها الموضوع ده بياخد بالزبط حوالي تسع دقايق على نار هادية وبقلب فيه انا بسوي السيميت انا اهم حاجة تسويت السيميت لو حوليت النار هتتبخر ويستوي بسرعة ويطلع ايه محسول وبيقرش في بقك لكن على النار الهادية السيمولينا بتستوي براحتها دي بتاخد سبع دقايق عشرة دقايق ما تقلقش لما تشوفها كده هوا شربت كل السيرب وبعد كده بضيف ربعمائة جرام كريمة جبنة عكاوي او ربعمائة جرام مزارلة دي مزارلة يا شباب المزارلة طبعا متواجدة لكل الناس ودي انا عاملها في البيت انا هنأزلكو اللينك الفيديو قريب ازاي تعمل مزارلة دي المزارلة دي انا عاملها في البيت بالزبط واخد مني كيلو نص حليل ارخص من بتجيبها من برا بفضل أقلب على نار هادية خليكوا صحيين نار هادية بصي الجبنة المزارلة ده بتخالص ولو عندك جبنة عكاوي بتغير لها المية بس الاسف مش متوفرة لكل الناس بصي بافضل قلي فيها على النار هادية لحد دم ايه تستوي كده بالزبط اخدت حوالي 12 دقيقة العملية من اولها لاخرها بجيب كيس بلاستيك بفرد عليه شوية شرباط او بيقولوا عليه قطر شرباط تقيل اللي احنا عاملينه وبطت العجينة وابدأ افردها احط عليها كيس تاني عشان تبقى سهلة هما اجي بفردها بالمردنة او الرول او النشابة حسب ما بتسموها بفرده طبقه في حدود 3.5 أو 4 ملي كده بسويق بفردها ريئة العبية جدا بلاستيك بص حوالي 3 ملي العجينة عشان يبقى فيها الطعم بقصها مستطيل وببدأ الكريمة اللي احنا عاملناها الكريمة العربي اللي هو نص كيلو كريمة فريش مع 5.2 جرام نشا والافضل تزود معلقتين زبدة وتقلبهم زبدة صفرة او زبدة بلدي بيدوا طعم في منتهى الجمال الكريمة دي ما فيهاش اي سكر كريمة ما فيهاش اي سكر فانت هتحس بقى بالسويت بتاع العجينة مع السيرب او القطر انا بحط اي دي رشت فصدق حلبي وببدأ اعمل الرول بتاعي بالبلستيك كده بكل سهولة خلاص لفته الرول بقصه شايفين الكريمة مليانة ازاي ادي قصيته وببدأ اسيبه في التلاجة لحد السيربس بتاعي هنعمله بطريقتين ادي بقيت العجينة حطيت عليها فصدق حطيت فصدق على العجينة من فوق وحط كيس بلاستيك وابدأ هفردها بحيث يبقى الفصدق جوه المسام بتاعت العجينة بدل ما انا بضيفه من الوش هو بقى داخل العجينة الطعم بتاع الفصدق والفليفر بتاعه مع عجين بلف نص من جوه يبقى الفصدق داخل العجينة وهلف الرول التاني من برة يعني هقلب العجينة زي ما انتو شايفين انا حطيت الكريم بتاعتي بص ودي القماشة بتاعت العجينة فيها فيها فصدق فمش محتاج اي حاجة غير لكنتا زي ما انتو شايف في منتهى الجمال شكل جديد طعم جديد الهيل في تحفة دايما انتو شايفين عملناها اقل من ربع ساعة طعم في منتهى الجمال الهيل مع السيمولينا الخشنة مع الكريمة العربي طعم في منتهى الجمال ياريت ما تنسوناش في التعليقات وياريت تعملوا شير وتشجعونا بكلماتكو وتقول لنا على اللي انتو محتاجين تعملوه وتحت عمركم لا تنسى تفعل زر الجرس حلواني وبحب السكر احمد عبد السلام يونس شرفتوني ونورتوني على صفحتي وشعاري ليه تتعب اكتر اما ممكن تتعب اقل حلوة الجبنة بطريقة جديدة وفكر جديد شرفتوني ونورتوني